مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السابع من المرحلة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة العلوم وبإذن الله سوف نبدأ في موضوع جديد يتعلق بعلم الأرض والجيولوجيا والأحياء وهو موضوع منشأ وخصائص الصخور وبإذن الله سوف نبدأ أولا بدرس بنية الأرض تعالوا معا نتعرف على تركيب وبنية الأرض الداخلية من الداخل لكي نقرب مفهوم بنية الأرض الداخلية إلى أذهانكم نحضر بيضة مسلوقة ومن الممكن أن تقوم الآن وتحضر بيضة مسلوقة وتقوم بقسمتها إلى نصفين باستخدام سكين تلاحظ أنها تبدو هكذا تعالوا معا نصف التركيب الداخلي لهذه البيضة أولا القشرة الخارجية وهذه القشرة هي التي تغطي البيضة من الخارج وتحميها ثم بعد ذلك تليها طبقة البياض أو ما نسميها الزلال وهذه الطبقة تلي القشرة مباشرة أما الطبقة الثالثة وهي صفار البيض أو ما نسميها المح أو الصفار وهي المنطقة المركزية من البيضة وهكذا إذا أخذنا مقطع للأرض سوف نجد أنها تتكون من ثلاث طبقات رئيسية تشبه إلى حد ما تركيب البيضة فالأرض كما هو موضح بالشكل إذا أخذنا منها قطاع داخلي سوف نجد أنها أولا تتكون من القشرة الأرضية والقشرة هي التي يعيش على سطحها الخارجي الكائنات الحية ويوجد عليها معالم الأرض الجغرافية ثم الطبقة الثانية التي تظهر باللون البني هذه تسمى الوشاح أو الدثار ثم بعد ذلك تليها الطبقة المركزية وهي ما نطلق عليه اسم لب الأرض أو قلب الأرض الداخلي تعالوا معا نتعرف بالتفصيل على هذه الطبقات أولا القشرة الخارجية للأرض كما هو موضح بالشكل نقوم بإعادة سريعة لتذكيركم بمكونات الأرض الداخلية أولا القشرة الخارجية ثم الوشاح ثم لب الأرض الذي يتكون من قسمين لب خارجي ولب داخلي أولا نتحدث عن القشرة الخارجية والقشرة كما نرى هي عبارة عن الطبقة الخارجية المكونة للأرض وهي أبرد طبقات كوكب الأرض وهي طبقة ومنطقة غير منتظمة يعيش على سطحها الكائنات الحية ويوجد عليها معالم الأرض الطبيعية وهي متفاوتة في السمك وتنقسم إلى طبقتين أو قسمين تعالوا معا نرى القسم الأول وهو القشرة القارية وهي التي تمثل القرات الموجودة على سطح الأرض والقشرة القرية هذه هي الطبقة من الصخور تشكل القرات والمناطق الضحلة معنى الضحلة أي غير العميقة من قاع البحر وهي توجد بالقرب من الشاطئ سمك القشرة القرية هذه يتراوح من 30 حتى 50 كيلو متر سمكها من 30 حتى 50 كيلو متر أما الطبقة الثانية هي القشرة المحيطية وهي المنطقة التي تقع تحت قاع المحيط والبحار هذه الطبقة هذه المنطقة تسمى القشرة المحيطية وهي غلاف صخري من الأرض يشكل قيعان البحار والمحيطات وسمكه يتراوح من 5 إلى 10 كيلو متر أما الطبقة الثانية من طبقات الأرض الداخلية تسمى الوشاح الطبقة التي تظهر أمامنا باللون الأصفر تعالوا معا نتعرف على تركيب هذه الطبقة الوشاح يبدأ من أول أو بعد القشرة الأرضية حتى عمق 2900 كيلو متر هذه المنطقة كلها تسمى الوشاح وهو أكبر طبقات الأرض يعتبر الوشاح هو أكبر طبقات باطن الأرض ويغلف اللب الخارج للأرض وينقسم الوشاح حسب حالة الصخور به إلى قسمين رئيسيين وكما قلنا أن سمك الوشاح حوالي 2900 كيلو متر أولا الوشاح العلوي وهو كما موضح بالشكل هذه المنطقة التي تبدأ من القشرة حتى عمق 700 كيلو متر هذا الوشاح يتكون من جزئين رئيسيين هما أولا الطبقة التي تظهر باللون اللبني هذه هذه الطبقة تسمى الوشاح العلوي هذه الطبقة هذه الطبقة تنقسم إلى قسمين رئيسيين القسم الذي يظهر باللون اللبني هذا من أول قشرة حتى اللون الرماضي هذا يسمى الغلاف الصخري والغلاف الصخري من الوشاح العلوي يلي القشرة الأرضية مباشرة ويوجد في حالة صلبة أما الغلاف الثاني يسمى الغلاف المائع وهذا الغلاف المائع سمي بهذا الاسم لأنه يوجد في حالة منصهرة أي حالة سائلة وهي عبارة عن صخور ومعاد منصهرة توجد في الوشاح ويطلق عليها العلماء اسم المجمة أو الصهارة وهذه المجمة أو الصهارة هي التي تخرج من باطن الأرض إلى سطحها عند ثوران البراكين أما الطبقة الثانية من الوشاح وتسمى الوشاح السفلي هذه المنطقة التي تظهر باللون البني هذه تسمى الوشاح السفلي وهذا الوشاح السفلي أبارة عن صخور صلبة مادة صلبة ذات كثافة عالية معنى كثافة عالية أي ثقيلة جدا وتوجد على شكل بلوري أي تتكوى من بلورات يتراوح سمك هذه الطبقة من 700 إلى 2890 كيلو متر هذه المنطقة هذه المنطقة هي سمك الوشاح السفلي تعالوا معا ننتقل إلى الطبقة الثالثة الداخلية من باطن الأرض ألا وهي لب الأرض كما يظهر أمامنا الجزء البني هذا والأحمر هذا كلاهما يسمى لب الأرض ولب الأرض كما هو موضع في الشكل ينقسم إلى قسمين لب خارجي كما سنشاهد بإذن الله يوجد في حالة منصهرة حالة سائلة وهو عبارة عن صخور ومعادل منصهرة وقد استدل العلماء على أن المادة التي تخرج من البركين هي نفس المادة الموجودة في لب الأرض الخارجي يبقى كما هو موضح بالشكل نقول أن لب الأرض ينقسم إلى قسمين لب خارجي ولب داخلي تعالوا معا نتحدث أولا عن اللب الخارجي للأرض هو الجزء السائل من لب الأرض لب الأرض يتكون من جزءين جزء خارجي سائل وجزء داخلي صلب الجزء السائل هذا هو عبارة عن اللب الخارجي وهو يغلف اللب الداخلي من الخارج وكما قلنا استدل العلماء على أن المادة المنصهرة أيضا التي تخرج مع البركين هي التي تخرج كما هو موضح بالشكل من هذه المنطقة التي سسمى اللب الخارجي أما اللب هذا سمكه يبلغ حوالي 2266 كيلو متر يبقى اللب الخارجي سمكه يبلغ 2266 كيلو متر ننتقل إلى اللب الداخلي واللب الداخلي المنطقة التي تظهر بلود المن هذه يوجد في حالة صلبة وهو يشكل مركز الأرض الداخلي كما هو ملاحظ أعلى مركز الأرض الداخلي هو عبارة عن اللب الداخلي وهذا اللب تتميز مادته بأنها ذات كثافة عالية جدا أي ثقيلة جدا جدا ويوجد في حالة صلبة لماذا؟ بفعل الضغط الواقع عليه من الطبقات التي تعلوه من الأرض وهذا اللب الخارجي الداخلي توجد درجة حرطه عند 5000 درجة مأوية أي ظروف قاسية من الحرارة ويبلغ سمكه حوالي 1200 كيلو متر تقريبا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درس اليوم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد فهمنا تعالوا معا نلخص درس اليوم في النقاط التالية وهي عبارة عن مقارنة بين طبقات الأرض المختلفة من حيث السمك والحالة الفيزيائية نقول أولا اللب الداخلي السمك 1220 كيلو متر أما الحالة الفيزيائية حالة صلبة قلنا لماذا؟ بفعل الضغط الواقع عليها أما اللب الخارجي سمكه 2266 كيلو متر ويوجد في حالة كما قلنا سائلة وهو عبارة عن مواد وصخور منصهرة يطلق عليها لولماء اسم المجمع أو الصهارة وهي المادة التي تخرج من باطن الأرض عند حدوث البركين أما الوشاح وهو أكبر طبقات الأرض سمك الداخلية سمكه حوالي 2900 كيلو متر والوشاح كما قلنا يتكون من قسمين وشاح علوي ووشاح سفلي الوشاح العلوي كما قلنا ينقسم إلى قسمين قسم صلب يسمى الغلاف الصخري وقسم سائل منصهر يسمى الغلاف المائع أما الوشاح السفلي يتكون من صخور منصهرة توجد على شكل بلورات ذات كثافة صخور صلبة ذات كثافة عالية أما القشرة القارية للأرض وهي عبارة عن القشرة التي تمثل سطح الأرض وتعيش عليها الكائنات الحية وأيضا معالم الأرض الطبيعية من جبال وبحار إلى آخره هذه الطبقة سمكها حوالي أو يتراوح من 35 إلى 50 كيلو متر وتوجد في حالة صلبة وقلنا أنها عبارة عن صخور صلبة أما القشرة المحيطية هذه القشرة تبدأ من قائل محيط أو البحر وهذه القشرة يبلغ سمكها حوالي كما قلنا من 5 إلى 10 كيلو متر وتوجد أيضا في حالة صلبة لأنها عبارة عن صخور وكما هو موضح بالشكل هذا يبين لنا طبقات الأرض المختلفة وسمك كل طبقة وفي نهاية الدرس اليوم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ألقاكم في دروس أخرى قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله